هجوم ارهابي جديد نفذته ميليشيات الحوث الايرانية على اراضي المملكة العربية السعودية باستخدام صواريخ باليستية تسببت في وقوع ضحايا وخسائر مادية المتحدث رسمي لقوات التحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن ترك المالكي اشار الى ان قوات الدفاع الجوي للتحالف تصدت لسبعة صواريخ باليستية اطلقت باتجاه اراضي المملكة وفي مؤتمر صحفي في الرياض عرض التحالف ادلة حول تهريب ايران صواريخ لميليشيات الحوثي وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن ترك المالكي ان صواريخ ايرانية الصنع ضبطت في اليمن عليها كتابات بالفارسية دعيا الى محاسبة النظام الفارسي على ممارساته وتهريب الصواريخ الى الجماعات الارهابية خصوصا في اليمن وقال المالك ان استخدام الحوثيين لمطار صنعاء الدولي كثكنة عسكرية يشكل مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي والانساني وفي المواقف دان امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بشدة في برقية بعث بها الى الملك سلمان بن عبد العزيز الهجمات الصاروخية وطلب مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية مجلس الامن بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الهجمات كما دانت الامارات والبحرين والاردن ومنظمة التعاون الاسلامي الاعتداء على المملكة الادارة الامريكية نددت بدورها بالهجمات الصاروخية لميليشيات الحوثي على السعودية في وقت طلبت بريطانيا ايران بالكف عن ارسال الاسلحة الى ميليشيات الحوثي مجددة دعمها لجهود التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن اشتركوا في القناة